قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن عناصر الأمن أفرطوا بالعنف ضد المتظاهرين حتى وصلوا إلى مرحلة قتلهم مؤكداً أن الحكومة العراقية تضيق مساحة الحريات بقطعها لشبكات الإنترنت وقال المرصد في بانه إن مطالب المتظاهرين خدمية ومشروعة وعلى الحكومة تنفيذها معرباً عن أسفه بعدم جدية الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وأضاف أن الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان والأمر ينطبق على وصول خدمة الإنترنت للجميع